في آخر لقاءاته يتعادل مع الجونة واحد واحد بعد ما كان خسران مبارياتين من الانتاج الحربي واحد اتنين ومن الداخلية بنفس نتيجة واحد اتنين قدر أنه يحقق أول نقطة مع كابتن عماد سليمان بالتأكيد هي مباراة صعبة من السهلة لكن كمان يهمني في الفترة الحالية أن أنت تجمع نقاط صحيح الأداء بيبقى مهم جدا ومطلوب وأنت بتلعب كرة القدم عشان تستمتع بالأداء الفني لكن في بعض الأوقات بتبقى فيه ظروف وفيه أحداث يعني بتبقى صعبة شوية يهمك قوي أن أنت تفوز عشان كمان ما يبقاش فيها ضربات ممكن تحصل لك أو حاجات ممكن تحصل لك تعمل ضغوط عليك مستقبلية طبعا فيه وقت من الأوقات بتتعرض لإصابات زي اللي موجود فيها النادي الأهلي وعدد كبير من الغيابات فمهم قوي أن أنت تحقق الفوز أيا كان اللي موجود في تشكيلة النادي الأهلي فكلهم قادرين على تحقيق المكسب بإذن الله طيب الأسبوع الرابع بدأ فعلياته بمباراة كانت بدر شوية جمعت ما بين ودي ديجلة وبيتروجيت وانتهت بتفوق بيتروجيت 2-1 ومباراة تانية كانت النهاردة اللي هي كانت مباراة إمبي مع المقاولين أو المقاولين وإمبي وقدر إمبي أن هو يكسب المقاولين 2-1 باقي اللقاءات يعني المصر المقصة بتواجه الإسماعيلي في إسماعيلية في الوقت الحالي والأهلي بيواجه حرس الحدود النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الرحمن هيبقى فيه استكمال لبقية الأسبوع الرابع لو عندوك يا جماعة مباراة الأسبوع الرابع يعرضوها كمان طيب ما فيش مشكلة يبقى النهاردة فيه النهاردة فيه آآ تلات لقاءات الأولى كانت مباراة إمبي والمقاولين اتنين واحد التانية بتجمع ما بين الإسماعيلي ومصر المقصة في السادة الإسماعيلية واحد صفر لحد دلوقتي تفوق لإسماعيلي التالتة هي مباراة الأهلي وحرس الحدود بكرة إن شاء الرحمن بقى فيه اللقاءات وبعده وهكذا طيب جدول الترتيب يعني لحد دلوقتي قبل الأسبوع الرابع خلينا أقول لكم الزمالك سبع نقاط الأهلي سبع نقاط سموحة سبع نقاط الانتاج الحربي سبع نقاط بيرامدس سبع نقاط إمبي النهاردة بقى يعني بعد ما كسب النهاردة بقى ست نقاط لأنه خلاص دخل في المعمع هو كمان أو دخل في الموضوع بشكل كويس كان خسر من بيرامدس وكسب طلاعي الجيش وخسر من سموحة النهاردة بتفوق على المقاولين بترجيت ست نقاط الجونة أربع نقاط والمقاولين العرب أربع نقاط الداخلية أربع نقاط المصري أربع نقاط الاتحاد السكندري أربع نقاط مصر المقصة تلات نقاط الإسماعيلي هو كسبان دلوقتي فممكن يبقى لحد دلوقتي في النتيجة خمس نقاط لكن لسه النتيجة ما تمش حسمها لحد دلوقتي طبعا نجوم إفيسيت نقطتين وحرص الحدود وطلع الجيش وواد دجلة كل فرقة عندها نقطة طيب في عدد كبير جدا من اللعيبة بالتأكيد عندهم هدفين مثلا النهاردة طاهر محمد طاهر بوصل رصيده لهدفين بيتساوى مع لعيبة كتيرة موجودة صفة جمال من حرص الحدود مثلا على سبيل المثال محمود الشابراو من الجونة وإسلام رجدي هدفين بانتاجه ونوح سعداوي اللي هو لعب ام بي جاب هدفين طيب انت عايز تطلع فاصل مظبوط طيب نطلع فاصل وبعدين نتكلم على موجهة الأهلي وحرص الحدود وهدفين مواجهة الأهلي وحرص الحدود بعض الفاصيلات